السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي من جديد في مطبخ ساليف حسناء اليوم سوف نحضر معكم الحلوة للجكار او للحلوة للطبقات اللي عندها دكرة خاصة صراحة وزوينا عند كل واحد فينا كما لاحظتو ضفت 4 حبات من البيض شوية الملحة جوش كسان عندها سكر ساندة قشور ديال ليمون ولا ديال الحامض ديروهم انا ما عندي جدرت لنكهة ديال الحامض نصمع رقة صغيرة ديال لنكهة ديال الحامض او لنكهة ديال ليمون وكن ندمج ونخدم البيض مزيان مع الساندة حتى نحس باللي راه البيض باللي راه ساندة ذابت مزيان بعد كنضيف الزيت كل ما تخدمت مزيان في هذه المرحلة كيكون حسن طبع البنات هنضيف الزيت كما لاحظتو الكأس اللول الكأس اللي عنبا اللي عبرت به السكر ساندة عبر به الزيت وكن ندمج المكونات مع بعضياتها من بعد نضيف الطحين بشوية بشوية مخصناش نضيفه الطحين كتير في اللول إلا ضفنا راه غدا تقصح الحجينة وبتاني ما غدا جينش مزيانة كيما لاحظتو كنبدو نزيد في الطحين غيب شوية بشوية لانا مخصش جي قاسحة إلا جات قاسحة فالتالي غا جيكم ناشفة يعني غدا ضوزوا غير سواع وغدا تنشف اله قاتل عجينة شوية مرخوفة وغنوريكم احد تقنية آخر سي يديرها معها باش تجيلح الورثة كيما لاحظتو البنات اضفت الطحين مع الخمارات وكنبدو ندخل في الطحين مع الخليط غيب شوية بشوية سوف نقص من العجينة وهي ما زال شوية مرخوفة لان انا غنضيف لها الكاكاو المعروف ان الكاكاو كينشف العجينة الى انقصت العجينة وهي قاسحة وضفت الكاكاو لما تقرسوا في العجينة غدا تقرسوا فيها وهي كتشقق وبالتالي غدا تجيكم يعني ما غدا تجيكم ما غنبغيو غدا انقص من العجينة ان شاء الله هنطلق معاكم في المرحلة التالية خليكم معايا كما راحتوا البنات قسمت العجينة على جهر اقصم ونضيف القسم الاخر الكاكاو وكما راحتوا البنات هذ القسم هنضيف لي واحد دجوج معالق صغار عامرين بالكاكاو وغدا ندخل هذ الكاكاو في العجينة حتى نحصل الى لون مواحد تناخد البنات وحد الصينية اللي تكون صغيرة ولا تبصيل اللي غدا بداء يكون مدهون بالزيت وكان بداء نقرس بالكورة الاولى اللي خصها تكون كحلال تحت يعني تناخد وحد القياس معين هذا هو لش كنديرات الصينية ونحط في اللاطة نستمر بنفس الطريقة ونفس القياس باش ميجونيش الكورات متفاوتين وضروري تكون الكورة البيضة هي الفقنية باش نشوفوا الحلوى في الوصلات في التحمار اذا لبنات اخديت الكورات كاملين وانا تنقاد جناب وانا تنقرس باش ميجونيش متفاوتين شوفوا السمك دير الطبقات تتقدش يعني تقريبا قد قد وكان بداء بالوسط هو الول باش ميبقاش اغليد وانا تنقاد جناب باش ميجونيش متفاوتين حتى نكملها انا لبنات بعد ما كملت الحلوى كلها بالتقرس اختيت واحد زلافة درت فيها الموغى ندخلها مع الحلوى الفران علش هاد البخار تيعطي واحد الرطوبة للحلوى وكتجيه شي شوكة مقاطرية هنا لبنات بعد ما طابت الحلوى اختيت الكوفيتير الجاري وهي سخونة وكنوزع الكوفيتير على الجوانب كلهم باش تجيني الحلوى الرطوبة يعني ذاك البخار اللي تلقات ذاك الزلافة اللي دلنا فيها الموغى يعطي واحد الرطوبة لهذا الحلوى هادي وكتبقى كما قلت لكم ارتبحتك التقادة والكوفيتير هتا هو تعاونها ما تديروش العسل لانا العسل تقصح هتدير الكوفيتير الجاري صفي وكتخلي واحد شوية وكترشوها بالكوك الكوك يكون نوعية جيدة ما يكون شدك الناشف باش ما ينشفهاش سوف نخليها واحد شوية والرش لها ان شاء الله الكوك وانطلقها معكم كما قلت لكم يكون نوعية ممتازة باش ما ينشفش الحلوى سوف يغرج الرش للكوك على الوجه كامل للحلوى وانخليها حتى تبرد ان شاء الله ناخد واحد موسي يكون ماضي وانقطعها على شكل مربعات اذا البنات كما اشتو انا بديت هنقطع في الحلوى على شكل مربعات الحجم اللي بغيتو انتو ملاحظوا كيفاش الطبقات جايين متساويين هدا هو علش كتنقول لكم يعني من الاحسن تعبروها لك الميزان ما كانش يعني عينيكم ميزانكم ومني تكونوا تطرقوا فيها تحاولوا تقدوا جناب باش ما يجيكم شطبقات متفاوتين لا تشك وتيبقى هدا هو الشكل نهائي ديال الحلوى ديال الزمن الجميل صراحة كانت حلوى لديدة بزاف والحمد لله يعني كترجعنا بوحد الذكريات جميلة جدا انتو مكيفاش البنات الطبقات كيجيو متساويين وما مفاوتينش كنت منا البنات لوصفة تكون نالت اعجابكم وان شاء الله تخدموا بيها وترجعوا بيها بوحد الذكريات زوينا واي سؤال واي مرحلة مفهوماش خلي ولي ان شاء الله في الكومنتر انا نجاوبكم عليها ولكن انتو اول مرة كتزوروا القناة ما تنساش الشراك فيها والضغط عن الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله غدا نحطوها نقول لكم صلاة وقراتكم بزاف بزاف والى لقاء اخر في فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة